احنا طول عمرنا عارفين ان في نقل دم وان احنا كمان الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي من الدم ونقدر بسهولة ننقل الدم القانون ده صدر علشان يحصل تعديل او شكل مختلف المشكلة في مشتقات الدم ولا في الدم نفسه ال اول احنا خلينا نقول ان موضوع نقل الدم من سين طولة جدا في العالم كله موضوع مش صعب موضوع بسط جدا بتتحفظ حتا تشوف عربيات متنقلة على مستوى الجمهورية كانت تبقى موجودة في اماكن معينة والناس بتروح تتبرى وبنعمل تحلل للانسان بنشوف الانسان هل هو قادر انه يتبرع بالدم صحيا وان في مشاكل في ان يتبرع زي ما سا عنده فيروسات معينة او حاجة معينة اولا وبنحتفظ بقى كاس الدم ديت يعني كاس الدم صالحية بتاعتها من حوالي ثلاث سابع 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 وبنحتفظ بقى في بنوك معينة وفتح درجة حرام معينة مشكلة الكبرى بقى في ايه؟ احنا لازم نعرف ان ايه دم؟ دم يعني كام مكون ليه اساسيات مثلا عندي انا في الدم عندي حاجة اسمها بلازمة دي حوالي خمسة وخمسين في المية من حجم الدم عندي حاجة اسمها كورات دم حمرة عندي حاجة اسمها كورات دم بيضة عندي حاجة اسمها ايه؟ اسمها صفحة دموية كل حاجة من دول انا ممكن احتاجها لوحدها في بعض الحالات المرضية نعم والحاجات دي معظمة احنا بنستوردها في الفترة اللي فاتت دي كلها يمكن ان الدول اللي هي معنية بتصنيع مشتقات الدم مشتقات البلازمة لا يتعدوا اصابع اليد الواحدة على مستوى العالم وده اللي بيصدره العالم كله حاطعك دكتور تصنيع مقصود بيها تصنيحها كيمائيا ولا فصلها من الدم لا فصلها من الدم التصنيع ده الفصل ده يعني الفصل ده حال ذاته صناعة الفصل ده معقد جدا معقد جدا مصناعي هيا بس عشان تبقى المصطلحات درجة وقريبة لزيننا بحيس ان احنا نبقى خانين مفيش حاجة صناعية فيك صناعية من الالف لياه كيمائية لا ده انا الاساس عندي والمكون الرئيس المادة الخامع عندي هو دم الانسان وابدأ اشتغل عليه واخد منه المكونات بتاعتي بس عندي البلازمة عندي مثلا صفحة دموية حنب بمحتاجها لما يكون فيه بعض الحالات النسفية حضرك طبعا موضوع البلازمة ده احنا اقولنا زي مورة حضرتك حوار 55% من الدم نيجي البلازمة بقى 90% منه مياه نيجي بقى العشر في المياه الموجودة في البلازمة دي هي الفايسر الرئيسي العاملات المعقدة جدا في الفصل بتاعها طبعا من سين طولة جدا الموضوع ده كان فيه اصوات عالية عشان خاطر نقدر نجابه الازمات اللي ممكن تحصل طبعا توجات الرئيس السيد عبدالفتح سيسي في الفترة الخانية من بداية حكمه ليه ملف ده بشكل عام وبعد المشاكل اللي حصلت في الفترة الخانية زي موضوع كورونا عجل بالقصة اكتر اني بدي تعمل معامل مركزية في كذا ما كان على مستوى جمهورية واعتقد فيه ست معامل خلاص الريدي جهزوا منهم اسوان ومنهم طنطة اسكندرية المينيا واعتقد في صاحب برضو حاجزة كده موجودة في المستشفات الكبيرة بدل ما نستنى على بل ما جيب حاجة من البنك الدم لمريض محتاجها دلوقتي وعنصر الوقت قد يكون مميت في بعض الاحيان فالمعامل ديت لما تجهز على اعلى مستوى الحمد لله احنا المصر قدرت تتعاقد مع دولة زي كوريا وعمل التفقية التوأمة القصة كلها في ثلاث مراحل ان انا اول حاجة بعمل معامل مركزي لتصنيع مشلقة الدم لتصنيع التبرع بالدم وفصل الدم في نفس المعمل باجهزة معقدة جدنا واجهزة غالية جدنا على الفكرة والدولة وفهرت معظم الاجهزة دي وبعدين انا بعمل حاجة اسمها يعني وقدر تفصل واستخدم الحاجات دي في بعض الحاجات في حاجات تانية سعبعة جدا بتبعيزة تكنولوجيا ترانسفير فممكن اعمل زي شراكة زي اعمل تصنيع خارجي من داخل مصر وبعدين اعمل تكنولوجيا ترانسفير ده وعمل مصنع في الاخر من الالف لياء صناعة مصرية بعد ما اعمل اللي هو النقل التكنولوجيا الحديثة طبعا كان ده كله بكلف يعني شالناسي بفهم القصة بس اعتقد انها كلفة مرة واحدة غير الكلفة انا ببص على الامن الدوائي الامن الصحي هكي عارفة موضوع كورونا اول ما جاء احنا في فترة من فترات العالم كله اشتغل على الموضوع البلازمة بتاع المتبرعين من الناس اللي شفيت من موضوع كورونا طبعا بدور على اجسام مناعية معينة عشان اتبرع بيها المرضى من مرضى كورونا وده حصلت ونكحت طب نيجي بقى لحاجة تانية هكي عارفة مثلا بعض امراض الكابت اللي عنده مشكلة في الكابت بيبقى قدرته على تصنيع القلب يومن ضعيف القلب يومن ده احد مشتقات البلازمة فصله صعب جدا 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 ومحتاج تكنيك عالي جدا جدا مكانش موجودة عندنا قبل لا طبعا القلب يومن ده القلب يفاند بحولي 550-600 جنيه لعبوه والمرض ممكن يحتاج اختر من عبوه يحتاج فترات طويلة فلما انا قادر اصنع القلب يومن دوت ده من الحاجات اللي تبقى عمل ريادة في مصر ويبقى اول دولة في الشرق الاوسط ممكن فيش لها دولة واحدة بس هي اللي عندها مصنع مشتقات دم في الشرق الاوسط كله فاحنا نرجع معنا للنقطة بس احنا خطتنا ان احنا نمتلك نمتلك المصانع لان دي توجهات الدولة توجهات رأسة الجمهورية ان كل الجهات المعنية تقوم بواجبها في النقطة دي ان يسمح للحاسط beta 절ة بصر بعض نقطة الأحيانة الظ Resource